خبر أختم به وهو لاي علاقة بالتحاد الكرة المصر اللجنة السلسية المكلفة بإدارة الاتحاد الكرة خلال الفترة الحالية برئاسة أحمد مجاهد هتعقد اجتماعا غدا في الوحيدة ظهرا مع رؤساء أندية القسم الممتاز لدراسة الأمور المتعلقة بتشكيل ربطة الأندية المحترفة وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات الخاصة بتقنية حكم الفيج المساعد بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة في مباريات الدوري العام طيب تشكيل ربطة الأندية المحترفة بصراحة قرار مميز جدا وكان يجب فعلا تعطيل عمل لجال المسابقات عشان تشكل ربطة وربطة هي اللي تجيب لجنة تدير المسابق ده قرار محترف مميز جدا بأمانة من اللجنة السلسية بينهم للناس عندها خبرات وأفكار زي تتطبق الفترة اللي جاية قيد يناير عالجوا المشكلة والنزال لجنة الخمسية كانت عملت أزمة في قيد يناير اللجنة السلسية عدلتها بشكل رائع وبقت خلاص في شهر يناير وشرحنا ده في حلقات سابقة